توصل الحكومة تنمية محافظات الصعيد من أجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة اللائقة تعاد محافظات الوجه القبلي على رأس أجندة العمل الوطني التنموي جهود كبيرة بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في سبيل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة اللائقة ولم يكن الصعيد ببعيد عن هذه التنمية فكان الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني التنموي بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية ففي مجال مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة نفذت الدولة خطة كبيرة لتوفير الكهرباء للصعيد حيث نجحت في إضافة حوالي 8000 ميجاوات فاصل 8 تقريبا بتكلفة تجوزت 100 مليار جنيه وكانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجاوات في عام 2014 لتصل اليوم بعد التطوير والتنمية إلى 12100 ميجاوات كما تم تنفيذ مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تكلفت نحو 33 مليار جنيه ومن خلال هذه المنظومة تم حل مشكلة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي محافظة أسوان شهدت إنشاء أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وتم تنفيذه بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار دولار كما كان للصعيد نصيب من التطوير في قطاع البترول والغاز الطبيعي حيث تم توصيله لأكثر من مليون ومئة ألف وحدة سكنية وتم كذلك تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية حقول البترول ومصانع التكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد بالإضافة لافتتاح مجمع إنتاج بشركة أسوط لتكرير البترول لتأمين امدادات الوقود لأهل الصعيد هي إذن جهود كبيرة بذلتها وتبدولها الدولة لتغيير وجه الصعيد وتوفير الحياة الكريمة اللائقة بالمواطنين